مرحباً وأهلاً بكم في عدد جديد من فقرة قراءة في الصحف الألمانية من برلين بشركة بين ميدي أن تيفي ومؤسسة دوشيفيل نبدأ الفقرة بصحيفة تاكست سايتونغ وذكرى مرور سنتين على نزوح حوالي 740 ألف من الروهينغ المسلمين من بورما بعد عملية قمع للجيش في هذا البلد الأغلبية البودية ورفض النازحون العودة إلى بلادهم وإخلاء المخيمات بالجارة بنغلاديش وكتبت الصحيفة تقول للمرة الثالثة رفض 3000 لاجئ من الروهينغ الصعود للحافلات والعودة إلى بلدهم فميانمار لا تزال تنكر بأن جيشها اقترف أي شيء ضد الروهينغ بالإضافة إلى ذلك فنشوب صراع جديد بين المتمردين من أقلية البودية والجيش منذ بداية العام سيجعل العودة أصعب في الوقت الحالي أما موقع دوتشفيل فألقى ضوء على ارتفاع أعداد النازحين من أدلب السورية بسبب الهجمات العنيفة التي تتعرض لها المنطقة وتخشى المنظمات الإنسانية من أن يصل عدد النازحين إلى المليون في حال تواصلت الهجمات ونقرأ في المقال دفع القتال عشرات الآلاف للفرار من محافظة إدلب وحسب منظمات إنسانية نزح أكثر من 70 ألف شخص منذ بداية شهر أغسطس فقط أما السكان والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون فيتحدثون عن 60 ألف شخص في الأيام الأربعة الماضية وحدها ويعود السبب إلى انتقال المعارك إلى المناطق التي كانت ملجأا للنازحين وإلى شبيغل أونلاين وتقرير لوكالة الأمم المتحدة للاجئين حول ارتفاع عدد اللاجئين في العالم إلى حوالي 60 مليون لاجئ لأول مرة في التاريخ ويعد ارتفاع عدد سكان العالم عاملا رئيسيا في ذلك وجاء في المقال على الرغم من أن عدد اللاجئين في أوروبا قد زاد إلا أن 86% منهم لا يزالون في البلدان النامية والعدد آخذ في الارتفاع وتتحدث الكثير من وسائل الإعلام عن تسجيل مستوى قياسي لعدد النازحين في العالم لكن في الحقيقة فالذي تزايد هو عدد سكان العالم وليس عدد اللاجئين في حد ذاته ونختم الفقرة بصحيفة ديفيلت وأسباب تنامي شعبية الأحزاب اليمينية الشعبوية في جميع أنحاء أوروبا عكس ما هو سائد بأن السبب هو الهجرة توصل بحثنا ألمان من جامعة دريستان شرق ألمانيا إلى استنتاج مختلف وكتبت الصحيفة تقول عكس ما يشاع فإن تدفق اللاجئين ليس هو السبب وراء النجاح المتزايد للحركات الشعبوية اليمينية في أوروبا وحزب التراسة التي شملت ثمانية دول أوروبية من بينها ألمانيا فالسبب يعود بالأساس إلى النزاعات الثقافية وبعضها الآخر ذو طبيعة اجتماعية واقتصادية أو سياسية وبالتالي فإن أزمة اللاجئين ليست هي السبب بل هي المحفز لنشر الخطابات اليمينية الشعبوية وبهذا نصل إلى نهاية الفقرة موعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم إلى اللقاء